اهلا بكم توجهت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأسباكية تشكند لخوض ثالث المواجهات ضمن التصفيات الأسوية المشتركة لبطولة كأس العلام وكأس أسيا لكرة القدم وكان المنتخب الوطني قد أقام معسكرا تدريبيا خلال الفترة الماضية في الرياض استعدادا للرفع لياقة اللاعبين قبل مواجهة منتخب أسباكستان ويغيب عن المباراة المقبلة أمام أسباكستان نجم المنتخب الوطني محسن قراوي بعد تلقيه اندارين خلال المواجهتين السابقتين أمام سنغافورة والسعودية ستقام مباراة المنتخب الوطني مع نظري الأسباكي عصر الخميس المقبل حيث يسعى المنتخب الوطني لخطف صدارة المجموعة الرابعة رغم صعوبة المواجهة حظيت بعثة المنتخب الوطني لنشئين لكرة القدم باستقبال رسمي وجماهري كبير في محافظة مأرب بعد وصول البعثة إلى المحافظة أمس الأحد وجاء خروج الجماهير الغفيرة لاستقبال المنتخب بعد تكريمهم من محافظة مأربل وسلطان العرادة حيث عبر المواطنون عن مدى فرحتهم بالإنجاز الكروي للمنتخب بعد تأهله إلى نهائية بطولة كأسياسية لكرة القدم 2020 ووزع المشجعون وروداً وأعلاماً وطنية للعبين للنشئين الذين وحدوا الجماهير في كل أركان الوطن بإنجازهم الكروي وأدى المشاركون بفعالية استقبل المنتخب الوطني للنشئين رقصات شعبية وفقرات فنية ابتجاجاً بعودة المنتخب إلى أرض الوطن بعد مشاركته المتميزة في التصفيات الأسوية وكان المنتخب قد تأهل إلى نهائيات بطولة أسيا للعبين تحت 16 عاماً بعد تحقيقه فوزين على منتخب بوتان وبنجلاديش وتعدله مع منتخب قطر ضمن المجموعة الخامسة ليحجز مقعده في النهائيات المقبلة بمملكة البحرين عاجز عن شكري للمحافظة الحرة والمحافظة الرائدة والمحافظة التي استوعبت كل اليمنيين ورأينا اليمن كله في مارب وحقياً سعدنا بضيافة اللواء الشيخ سلطان العرادة وفي ضيافة في بيته وأيضاً الأمان الزخامة الجماهيرية التي لم تكن نتوقع عنه في هذه الصورة وحملنا عبء كبير في المرحلة القادمة لكن إن شاء الله نعيد هذا الجماهير بإذن الله سنعمل بكل جهدنا إلى التأهل لما هو أبعد إن شاء الله من نهاية آسيا ونهدي هذا الجماهير البسمة والفرحة ونسعدها أكثر انطلقت أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان فعاليات اللقاء السادس عشر لشباب العواصم العربية بمشاركة بلادنا وتنظم الفعالية وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جميع الدول العربية تحت شعار منتدى المبادرات الشبابية وثروة على المجتمعات العربية وتشارك اليمن في الفعالية بأكبر تمثيل دبلوماسي من بين الوفود المشاركة في حفل افتتاح منتدى المبادرات الشبابية مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه النشرة نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة